أكل رسائل سلبية جدا على هذه الزيارة تطلقها بعض المجموعات وحتى شبكات التواصل الاجتماعي من هناك مليون عامل مصري سيأتي العراق من أن العراق سيعطي نفطا مجانا إلى مصر فضلا عن الأردن هذه الرسائل تجعل المواطن العراقي يستلم رسالة غير موفقة في حين أن الانبوب النفط العراقي لو مدى إلى مصر فإنه سينقض العراق بشكل كبير لأن منطقة الخليج العربي من المؤمل في حالة عدم اتفاق أمريكي إيراني فقد تتعرض إلى هزة وبالتالي لا يوجد لدينا منفذ سوى الخليج العربي في حين لو أصبح لدينا منفذا آخرا عبر الأردن وصولا إلى مصر ربما سينقض العراق ملاحظة أخرى مهمة جدا أن مصر تفكر في استثمار مصفى كبير هذا المصفى يعمل فيه أكثر من 40% من عماله مهندسي والكوادر الوسطية من العراقين أيضا تتعهد مصر بالتسويق هذه المنتوجات وبالتالي يفتح عفاق واسعة إذا فهمت الناس هذه الرسالة التي سيحصل عليه العراق فضلا عن أن مصر لها سابقة كبيرة وخبرة في مسألة الكهرباء قبل خمسة سنوات مصر كانت تستورد كهرباء لا تمتلك طاقة كاملة الآن مصر لديها بحجوز ستة آلاف ميجا فائضة بمعنى تجربة مصر في إنتاج الكهرباء وتجربة مصر في إنتاج الخضروات وتجربة مصر في الإسكان هي تتفوق على تجربة العراق وبالتالي من الممكن أن يكون العراق في هذا الجانب يتكامل مع الأردن ومصر